اللي غادي تقدم لكم مسامحتنا البطبوط معمر والمهالة بيه اذا بسم الله غادي نبدأ بالبطبوط بسم الله بالنسبة للعجين اختصامة غادي ناخد واحد الثلاثات الفارس نعم ورحميها يعني عبك اصلا المرة راها عصر عارفين كيفاش كي يصوبو معلو وغير شي قبيصات سنيضة مشيش حاجة كثيرة ولمت حالها صدق وكنفضل انا مديرش بالسف فلحقاش الحشوة شوية عندنا فيها الملوحة واخا اه كنها جنوها بميها دافية مهم وبيع صغرها قاعدنا السيدات كيعرفو يصوبو اكيد 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 من اللي كان جنوها نغطوها مزيان وكنخليها تخمر على خاطرها ايا فهذه اللحظات هذه ندوزل الحشوة مقادتوها بذن ما تخمرنا العجينة بحجوه ما اننا شفهش حاجة كثيرة ووش حاجة غير بسيطة ولا قد الحالو سافي مهم كناخدو كاشر وذلك الكاشر كناخدو على حسب الضوك كالي كيبغيها حلو كالي كيبغي شوية حار من السم يعني على حسب كل واحدو كيفش بغازو مية كناخد ذلك الكاشر كنقطعوه كنقطعوها طويل مهم كنقطعوها كدريجاز ومن بعد كنقطعوها طويل ونحاولو انا ممكن نديرو شوية رقيق مش رقيق ومش اغلاد يعني موية مهم وكنديرو الزيز ونحضر مقطع مهم وكناخدو طنب بالحسب كنفقطعوه ما كنديروش في الزيف مهم كنحاولو ما امتن انا نفقطعوهم زيان مهم ودرب مهم مهم من بعد كننجمعو هات المكونات كاملة كنجمعوهم بالمايونيز مهم وكني نجمعوه كنحاولو انا نرخليو ذلك المكونات هاتي بحالة ديها كمعلكة يعني تجمعا مزيان بدك المايونيز مهم مهم وكنبعد كنحطوها ابر وكنمشيو كنلقو فضلوقيته هاتي كنلقو بالليل الخميرة دينا طلعه ووجدات فهات الاتناس كنشدو واحد زليفة دي الطحين كنوليو نهزو بها لحق شوية كتكون لعجينة رطبة وخامرة باش ما تتلصقش لنا في دينا كننفحو شي بلا يصفين غاتين نقدرو انا نخدمو عليها كنهزو ذلك لعجينة وكننبينس وغما كنهزوهاش كاملة كنهزوها واحد شويش منها كنطلقوها كنديرو شوية تطحين وكنتلقوها فوق منو وفوق البوتاجي وليشيهو حضامو ايما لحظة بلا سباس فين هي غدا تخدم كن ندلكوهم زيان بالمتلك كنطلقوها مزيان وكنحاولو مامكان انا من ديروها شغلادة ومن ديروها شرقيقة كنطلقوها شوية مزيان ومن بعد كنناخدو ذاك المقطع ويكون ذاك المقطع صغير تترشن به اياه ندخذ المقطع يكون صغير ومددو نقطعو به كندو نقطعو نحطو على جنب وذيك الساعة كنكون المقلة ديتنا كتسخن وكندو نحطو كيجي يعني بحل البطبوط لاخر طيبة صغيرة وحتى هي كتنصح وكتقد كتجي رائعة كنتجي في شكيل ديالها غزالة اياه يعني حتى نزد ذاك المقطع فاش كتجي يعني كيجي وكاملين في نفس ذاك الزاكل كتجي بحل بحال اياه حتى في شكيل ديالهم كيجيو الزومنين كنحاولو ما امكن اننا نخدموهم وهم ما زالي شوية سخان باش يساعدونا لان شكك تكون خونه كتسجي تحل سهلة بالwichل of الحلة كتحلها ومينك تحليها بالكامل كتحلي زر وحات توزقي وكت TBT عمري بهادي كل الحجوة ديالك وتحاولي ما امكن انك تحلي هادوك الحبات ديد من الدرا اذا بغين تنسيات خلي شي شو من الدرا من الفوق حتى تعمري وفي المنجل وكيب اياه ولا انك طيبة تدقل علي بطيف الحوشو وتحاولي ما امكن انك تخلي هادوك الحبات ديد من الدرا من الفوق هادو غاد يجو مدة فنين وبردين هادو تل دب الواحد الى كان مثلا خارج من الزهوه ايا فهو غادين البحار هي نهار السيط ولا الحد يجو مرتب وفعل جيد وحصل لها سيداتوهم في صندويتش يجو مدردين اتبارك الله عالك سوكينة سننوز معك من شي الى اخر كم تترحي المهال لبيه المهلابي حتى هي ما فيهاش شي حاجة كثيرة حتى هي بباطو ومنطق كبشي الجيدة كن ناخدو نسف ليد خفيل الحليب وكن ناخدو فانيا واحدة وشوشت المعالق الكبار الثاني ده نعم وثلاثة المعالق الكبار ديال الناشا اذا نجوش معالق الكبار ديال الثاني ده وثلاثة ديال الناشا اياه كنحطوهم فق البودا وكن قلو عليها يعني على قدر المستطع انك يتقل عليها وكسبقى محداها تسبقى وانتيا مكحطا فق البودا وانتيا واقف بحدها اياه وانتيا كتتحركي 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 وانتفقل انك تتحركي اتجاه واحد ما تبقيش كل مرة تتحركي اتجاه مخالف لا تبقي الى حرك سيمان ليمن ليسر تتحركي ايه اول العكس اياه اذا افتيجه واحدش حال تتما طلعش للغلية اياه غيت الدفاع اصلا كتتحركي كتتحركي حتى تتحركي بها بس كتتعقد وباش غد يتعرفيها انها صفي يعني وجدف كتتحزيها بدك المعالقة وبني كتخرجي من المعالقة ما كتحزيش فيها غير كتتحزيها بدك المعالقة وتخرجيها ودوزي على هكا سباك إلا دوزي هكا سباك وبقال لك الاسباس خاوي وشفنسين يا خبامة كيبقال لك واحد اسباس خاوي كتتحرفيها صفي راها جمعت كتشدي هذي كساة كتحطيها في بليفة إذا وهي سخونة السيدة تدير سخونة ايا وهي سخونة لحكاش في هذاك النشاط يا كي بلكت ما خصوش يبردين ما خصوش يبقى سخون كنجيره في تكل سليفة وكنحطه أصلا هي كتجيها بهذا نسف لبخ كتجي أصلا تتعمر لي كغير شوش في تكل سليفة يعني تقدر تقولي اشي نسف واحدة ربعان دي سليس صحر قل لي يا سوكينا من بعد مني كتبرد باش كتزيني الوجه نو ما زل ما سالي تساها اختسانة من بعد هذي سفي كتحطيها أبر حتى كتحول انا هي تبرد بينسوق ما غريش تدخلها وهي سخونة هاكتش تدخن تلاجة لانا غريش تدخل تلاجة هاكتش تحطيها أبر شوية حتى تتبرد واحد شوية وكتدخليها لتلاجة ندوس دابل لبخ ثانية نفس الطريقة نسف ليت اخذي الحليب ووجوشت المعالك الكبار تساني ده وثلاثة المعالك الناشا وليني كنزيد عليهم غير وحتلاثة المعالك الكبار دي الكاو بال نما نذكروش الماركة نقولو الكاكاو نحيلي الكاكاو سمحيلي سافي وكنزيد عليهم خمسة شكلاتات من نفس الطريقة كان بقى نحرك حتى هي حتى توجد ليب ديك الطريقة وكان نخويها فوق لطغلول اللي دس ذيال الحليب والذاني كتجيني دابلني كتحب كتجيني طبقة ملتح بيضاء وفوق منها دي الشوكولة كحلاق عاد كنش ديك ساعة اللوز ولا كاوكاو وكان حمرهم زيان كنصلاقهم ونحمرهم وحتى في بردو كنهارمشهم وكان نرميهم هكا منهم من الفوق هكا وكان حتى هكا سجي رائع تساس بساس لا شكل ولا مدا اكيد واش سيدا ممكن ايضا تطريفات البيستاشيلا عندهات هما كيجوز منها ايا ايا جنوع الفواكه الجفت قطر انها هتتيرها او القرقاح او البيستاش او الزبيب ايضا ايا ايا اللي احب بخاطرها انها هتديرو واسميو انها تفادى ديك الفواكه اللي كشكل فيها الملوحة بزاف لان الملوحة والحلاوة كيجو حد الماداق شوية معرفش مهم بالنسبة لي انا اما انت لابني فيك تدير الزبيب ديري دلونز ديري كوكاو اللي بحب بخاطر كأنك ممكن تيري شكرا لك بزاف يسو كينات باطل الله عليك ركي حادقا مهم غير قل خاطب جالك يزيد في صداق قل احنا احنا طبعنا يلا الله يسعدكم الله يسعدكم وصراحة انا يعني معجبة بك بزاف ومعجبة بالبرنامج ديالك بزاف وبصراحة مبطيش وليج مدمين على ناس يعني على ديو اسوات وخصا على البرنامج ديالك وتبارك الله عليكم الله يسهل عليكم ويجيب ليكم تسيسة ويسهل علي جمال مغربة ان شاء الله وشكرا بزاف على هاد البرنامج فرح مرحبا مرحبا ومنوع